في ظل المشاكل التي تعاني منها شركة بوينغ إلا أنها ما زالت تتجه لبعض الإنجازات حيث أطلقت شركة بوينغ مركبتها الفضائية ستارلينر وهي أول مرة تتمكن فيها بوينغ خلال تاريخها من إطلاق هذا النوع من المركبات الفضائية وأوضحت الشركة أن المركبة ستارلينر التي تحمل على متنها اثنين من رواد الفضاء الطابعين لوكالة ناسا ستقضي حوالي أسبوع واحد في محطة الفضاء الدولية ثم تعود إلى الأرض الجدير بذكر أن رئيس تنفيدي لبوينغ ديف كالهون سيدلي بشهادته أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي في الثامن عشر من هذا الشهر بعد سلسلة من الحوادث التي أثارت مخاوف بشأن السلامة والجودة على أمل أن رائدي الفضاء ما أن ينفجر باب المركبة الفضائية وهم بالفضاء مثل ما حدث في عدد من رحلات بوينغ الأخرى لا إن شاء الله لا ترجمة نانسي قنقر